كابتن كريم الزمالك عدتوا انه يكسب بطولة يكسب اتنين وممكن الامور تتراجع شوية بس تحس الزمالك المراضي لأ عنده مدير فني كبير هو فريرة عنده مجموعة شباب مميزين عنده لعيب اكبار كويسين عنده تدايمات كويسة تصور ان الزمالك الموسم اللي جاي يبقى نفس الاداء ونفس الروح اللي نهى بها الموسم ده؟ يعني انا شايف ان الزمالك الفترة دي بالتحديد اتعلم من الاخطاء اللي فاتت في كل حاجة فنيا في الملعب طريقة اللعب اختلفت خلي بالك انا دايما بقول كلمة ان الزمالك مايتخافش عليه الكرة في رجله يتخافه اول ما يخسر الكرة وانا لعبت في الزمالك فترات كبيرة جدا عمت سنة ونصه وشفت بهمتابع يعني بحب الزمالك طبعا الزمالك دايما اسلوب الضغط عنده كان سائق جدا في جميع مراحل السنين تحس ان الزمالك كان فريق النجم الأوحد عكس الزمالك الفريق الجماعي اللي بيدافع كومباكتو بيهاجم بالضغط العالي ليهم اسلوب جماعي الزمالك كنت تحس انها فريق النجم الأوحد شايف ان الزمالك تعلم من اخطاء وداخل الملعب مع مستر فريرا دايما الضغط كبير ببقى شكل كويس جدا اللي بتطع منه الكرة يا بيدغط يا بنزل كله تحت الكرة في اسلوب لعب مختلف غير اللي احنا متعودين عليه اه الزمالك مايتخافش فريق فعلا الفن والهندسة زيما بنقول عليه لكن في نفس الوقت كرة مش بس يعني المطشو كرة في رجلك بس لا كرة لما بتفقدها فانا شايف الزمالك اتغير اتعلم من اخطاءه ما بقاش حد بقى اسمه فوق النادي ما بقيتش بفريق النجم الأوحد النهاردة اكبر لعيب وكابتن الفريق شكابالا مقدم مطشاط او حتى اي وقت بياخد فيه بيقدم وقت هايل وبيجيب اهداف لكن تفرج عليه في مطش الاهلي ملعبش ومع ذلك مش ملعبش شكابالا زعل فانت كل ده بيديك مردود لا في حاجة تلا تغيرت رقم اتنين لو اتكلمنا خارج الملعب لا الامور اختلفت شوية معالجة الامور والمشاكل بتتقاس بصورة مختلفة بتتقايم بصورة مختلفة حتى ردود الافعال على السوشيال ميديا بيتقاهدى بكتير فانا انا مبسوط بصراحة من الفترة الموجود في نادي الزمالك دلوقتي لا اتعلموا من اخطاءه مشاكل بجرد ده النهاردة بتسمع عن اي مشكلة الامور مبتاخدش يعني اكتر من تصريح او اتنين لكن الاول وفوقت مالواتة اللي قدت موجود في نادي الزمالك لا الموضوع ممكن ياخد شهر عارفك كان زمان يقولك ايه بصول الاعلام هو اللي يكبر مشاكل نادي الزمالك بس هو بحقيقة الامر هو نادي الزمالك اللي كان بيكبر مشاكله ونادي الزمالك هو دلوقتي اللي بيصغر مشاكله الحالتين الاعلام هو مطلقي يعني مطلقي وبقى كيها بين الجماهير انت بتاخد المعلومة معلومة صغيرة هتقولها صغيرة معلومة كبيرة او يعني اخطاء كبيرة او مشاكل كبيرة هتقولها كبيرة ده حيئ فهيلك هي المشكلة دايما بتبقى من جوا نادي الزمالك لكن برضو ما ننساش حاجة هيه؟ هي هتعكش يعني ان المشاكل هنا بقى بتظهر بشكل كبير جدا وبيت في العلن والاعلام بيتكلم عليها زيما كان ايام الزمالك اما كبتت لك الاعلام بيتكلم عليها بالزبط فانت زيما انت قلت كريم هو بيداري على مشاكل خلينا اقولك برضو ان المكسب حلو مكسب بيداري ايو بيحصل مشاكل كتير جدا في اكبر الفرق في العالم واخير يا باريسي اه ده حقيقي والله المكسب بتاع مسيماني در حباب كتير اه ده حقيقي ممكن انا في وقت من الاوقات يعني الناس صحابي يعني يقولولي اهلوية وانا من الناس اللي قلت بحبي مسيماني جدا يعني نتايا الخداعة ونتايا دي وراها كواليس كتير جدا مش ما بنشوفهاش في النادل اهل صحيح ففي الاول الاخر النادج بيبقى ايه مهما انت فضلت الداري ومهما النتاج كان كويس لكن في نفس الوقت انت مش صدر تكمل مش صدر غري على بقى وما صلحتش وبتعالج الاخطاء دايما هتلاقي الامور بتتفاقم معك وبتحصل مشاكل كبيرة جدا صحيح